ينضم إلينا من الخرطوم الأكاديمي والباحث السياسي عصام دكين أهلا بك معنا سيد عصام على سكانيوز عربية تابعنا بالأمس هذه المقابلة وهي تقريبا أول تصريح رسمي من قبل السلطات السودانية كيف استقبلها الشارع السوداني؟ وطبعا مع تشديد السيد البرهان على أن إعادة العلاقات والتصالح والمصالحة مع إسرائيل سيكون جسر عبور وعودة السودان إلى الحدن الدولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالأمس كان لقاءا رائعا جدا وشفافا وصريحا ظهر به السيد الفريق أول عبدالفتاح البرخان رئيس المجلس السياد على شاشة التلفزيون القوم السوداني وتحدث في مجالات شتى على راسها العلاقة القادمة مع إسرائيل ورفع سودان من قائمة الدول الراعي للرهاب والمعاناة التي يعانيها الشعب السوداني خلال تلك الأيام والمستقبل السياسي والمستقبل العالمي حقيقة كان لقاء شفاف جدا وواضح تماما ووضح أماكن الخلل في السياسة السودانية العالمية في السابق وتحدث أن قضية رفع السودان من قائمة الدول الراعي للرهاب سعى فيها النظام السابق منذ سبعة سنوات ولكن كللت بالنجاح بشكل كبير جدا في فترته الحاضرة وتحدث بكل صراحة أنه لم يخدم على هذه الخطوة لوحده بل شاور معظم القوى السياسية أو 90% من القوى السياسية المدنية نعم لأنه كان في بعض من يتخوف أو حتى من يراهن على أن هذه الخطوة قد تخلق شرخا في الداخل السوداني تحدثا بين المكون العسكري والمدني فيما شدد وأكد بالآمس على أنه هو تشاور مع كل الأفريقاء والمكونات السياسية والمدنية هل بدت بذلك كل المخاوف؟ هو بدت أكيد الآن الشارع السوداني الآن هو تماما مغبل على هذه الخطوة ومؤيد لهذه الخطوة ويقف خلف هذا القائد الهمام جدا الصريح جدا وكان مع شعبه بالأمس أن هذه الخطوة هي في صالح السودان بشكل كبير ولكن للأسف بعض القوى اليسارية التي تحدثت عنها كثيرا كانت داخل اللقاءات تؤمن على هذا التطبيع ولكنها تمارس بعض التزييف الكبير جدا بصاد جماهيرة عندما تخرج إلى الشارع أمام الجماهير تتنكر تماما عن الاتفاقيات التي تمت بينها وبينها قادة الرئاسة الجمهورية أو المجلس السيادي وخصوصا حزب البحث العربي الاشتراكي بغيادة السنهوري على الريح السنهوري خرج في لايف مباشرة بعد لقاء السيد البرهان وتنكر تماما أن قال قضيتهم الاتجاه القضية العربية الفلسطينية هي قضية مبدئية ولن يساموا فيها ولن يتفقوا مع البرهان وهم أعضاء في الحكومة لديهم حاكمين لولايتين مختلفين ولهم عدد من الوزراء ولهم أعضاء في لجنة التمكين ولهم عضو في مجلس السيادي الصديق تاور ولكن لم يبدر منهم أن انسحبوا من هذه الحكومة حتى الآن أو قدموا استقالاتهم حزب الأمة بغيادة الإمام الصادق المهدي أيضا مارس مراوقة كبيرة جدا وتنكر تماما للقاء الذي تم بينه وبين البرهان وأصدر بيان الصبح اليوم أيضا قال فيه لم نتفق على التطبيع مع إسرائيل أيضا لكنهم لم يخرجوا وزراءه من الحكومة الحالية الحديث اليوم عن تغيير مسلحة السودان في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وطبعا هو نفق أن يكون قد تعرض لأي اتزاز فيما يتعلق بمسألة يعني رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة اليوم تحديدا الاقتصادية هل تلقى صدا هذه الدعوة لكي يغلب الأفريقاء السياسيون مصلحة السودان على المصالح الحزبية بالتأكيد أكد للشعب السوداني ولجماهير الشعب السوداني قاطبا أنه لم يتعرض لأي ابتزاز من الرئيس الأمريكي وكذلك لم يتعرض لأي ضغط من الإمارات والسعودية أو البحرين أكد لهم تماما حتى ذكر أن هذه الدول عندما أرادت أن تغديم مساعدات لم تعرضها أثناء عملية التفاوض حتى لا يحصل عملية يعني إحساس أن السودانيين يواجهون بعملية ضغط من إخوانهم الدول العربية البرهان أكد للشعب السوداني أن أخدم على هذه الخطوة بكل جراءة وبكل شجاعة وبتشاور تام مع كل القوة السياسية الموجودة معه ومشاركة في الحكم وخارج الحكم وتحدى هذه القوة بالتأكيد تحدي كبير قال لهم عندما تأتي الدمغراطية أطرحوا سحب تطبيع العلاقات مع إسرائيل أو سحب العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية عموما هذه الأحزاب الشازة جدا من حزب البحث العربي الاشتراكي والحزب الشويعي السوداني والحزب الناصري العربي الناصري وأكد لك هذه المجموعة لا تتجاوز 30 شخص على مستوى السودان لكن غايته قاموا من نومون لقو كومون زي ما بقولوا لقوا هذه الوزارات والآن للأسف لم يقدموا استغالاتهم من الحكومة الحالية حتى نتأكد أنهم على هذه المبادئ التي ينادون بها في العلن وفي الخفايا يتفقون اتفاقات أخرى عموما أؤكد لك الشعب السوداني تماما أمن على هذه الخطوة الكبيرة جدا الكبيرة جدا التي ستدمج السودان في النظام المصرفي العالمي عبر التحويلات البنكية عبر الأنترنت كذلك النظام الاقتصادي العالمي كذلك التجارة العالمية كذلك النظمة التكنولوجية العالمية الآن بدأت الوفود تأتي إلى السودان مع دولة إسرائيل في الأيام القادمة سنحدد جدول كامل جدا لعملية التعامل في التعاون الاقتصادي لكن دعيني أشكر حزب مولانا محمد عثمان المرقني اليوم وجه حزبه الكبير وهذا أكبر حزب في السودان على أن يضع برنامج لعملية الاتفاق الذي تم بين السودان وإسرائيل وكيفية الاستفادة منه هذه هي العقلية التي نريدها في السودان وأن طرح عملية هذه المصلحات فمحمد عثمان المرقني رجل كبير في التفكيره وفي عقله وفي حرصه على مصلحة السودان الكبيرة شكرا لضيفنا من الخرطوم الأكاديمي والباحث السياسي عصام دكين